لماذا لم تتعلم الهند من الدرس اللقاس الذي تلقته فرنسا عندما سعت للنبي محمد عليه الصلاة والسلام الهند الآن ترى أنه لم يتحرك أحد الآن لو الهند مثلا وجدت ردة فعل حقيقية من العرب والمؤسسات العربية الجامعة وغيرها ذكرتها الآن لا خرج مثلا الرئيس وقال أن نحن نعتذر على الأقل ودعا لعدم التكرار في هذا الموضوع لكن عندما لا يجد أحد يحتج الآن وتبقى اللي هي الاحتجاجات على مستوى فردية أو مستوى جماعات أو مستوى منظمات أو اجتماعات العلماء رووة علمائية لم يكن تأثيره كتأثير دول لن يكن تأثير مثلا كرار في الجامعة العربية لو خرج كرار من الجامعة العربية أي دولة تعتدي على المسلمين أو مبادئ الإسلام أو أركان الإسلام أو نبي محمد صلى الله سيصدر كرار من جامعة وقاطعة كتصاديا وقف الاستثمارات في هذه الدولة لما جرأت هذه الدولة هاي الدولة كم تأخذ من البترول في الدول العربية كم من المليارات اللي تستثمر الآن في هذه الدول هذه هل حرقوا ساكنا أبدا هاي العبادة الهندوسية في بعض الدول العربية حتى عبادتهم التي ينكرها الإسلام الآن هناك دول عربية أضافوا المعابد الهندوسية لهم الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر